وسريعا ناخد معاكم أبرز الأخبار في الساحة الرياضية وكأس العالم روسيا 2018 أول خبر اتحاد الكرة يشترط التأهل لأمم أفريقيا لاستمرار المدرب الجديد طبيعي جدا متخب مصر مش بس يتأهل لا ده لازم ينافس وبقوة على لقب البطولة اتحاد الكرة يمنح رينارد مهلأ 72 ساعة لحسم موقفه من تدريب الفراعنة أعتقد أن مدرب زي رينارد مش محتاج مهلأ لا ده محتاج ضغط وكلام مستمر عن إقناعه أنه يكون موجود في مصر وأنه يتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر مارفيك وكيروش مارفيك المدير الفني السابق للسعودية والحالي لأستراليا وكيروش مدير الفني البرتغالي للمنتخب الإيراني دول البودلة المطروحين في حالة رفض رينارد تدريب منتخب مصر سيكونوا مرشحين لتدريب الفراعنة خلفا لكوبر ثلاث مرشحين لمنصب مدير المنتخب الوطني كابتن حسام غيري والكابتن سير عبد الحفيز والكابتن محمد بركات لعنة صاحب الأرض تصعق أسبانيا وتصعد روسيا لربع النهائي سورجي طبعا يعني مدفع روسيا سورجي يدخل التاريخ المونديال وطبعا ديزيوبا يقود روسيا لرقم غائب منذ 52 عام 52 عام أكيد طبعا يعني روسيا في دور التمانية الكأس العالم ده رقم ما تحققش بقاله فترة كبيرة لكن روسيا بتعود مع مدير فني شاطر بلغة الكرة إلى دور التمانية في بطول الكأس العالم وخلط بطول الكأس العالم 2018 شعارها اللعبة الجماعية يتفوق على اللعبة الفردي والاعتماد على النجوم كين وافق من قدرته على التسجيل في كل مباراها دي كين طبعا ما فيه شك أنه واحد منها ده في البطولة واحد من اللاعبين الخطرين جدا سواء مع توتنهام أو مع منتخب إنجلترا أما إيدن هازورد حان وقت التقلق ما نشوف إيدن هازورد هيعمل إيه هل هيصعد ببلجيكا لأبعد مناطق ممكنة في كأس العالم ولا بلجيكا هيبقى بس منتخب أسماء فقط لغير لكنه مش هيعرف يبعد في كأس العالم أبعد من دور الستاشر مرسلو يزيد أو جاء على البرازيل قبل لقاءة المكسيك مرسلو جاله إصابة أكيد في المباراة الأخيرة وبالتالي هيغيب عن المنتخب البرازيلي في دور الستاشر الفيفا يعاقب الاتحاد المغربي طبعا حاد المغربي زي ما احنا عارفين أو المغرب كان لها بعض الاعتراضات على تقنية ألفار وشوفنا يعني بعض السلوكيات التي الفيفا ما كانش حابب أن هو يشوفها حاد رئيس حاد المغربي نزل أرض الملعب وكان معترض بشكل كبير وبالتالي الفيفا لم يقبلوا هم على طول الناس دي ما بتهزرش عقاب عقاب في وقت سريع جدا علشان كل حاجة تعود إلى أمورها الطبيعية مارتينيز يحمل أمال بلجيكا في مونديال روسيا روني يؤمن بقدرة إنجلترا على تثويق بالمونديال أما أنتوان جريزمان أنا مشجعا لأورجوي الأمريكي مارك جيجر حكما لمباراة المنتخب الكولومبي أمام نظيره الإنجليزي أما السلوفيني داميرس كومينيا أو داميرس كومينيا حكما لمباراة حكما لمباراة السويد أمام سويسرا وفلوران ملودا بابي لا يقل عن ميسي ورونالدو أنا شايف إنه هو واحد من النجوم المونديال واحد من النجوم اللي جاي بقوة وزي ما أنا قلته هفضل أقول حرام يلعب في دوري الفرنسي ولابد من إنه ينتقل إلى أحد الدوريات الكبرى علشان يعني حرام إن احنا نتحرم من متابعة نجم كبير زي دا اعتزال مسكرانو ينقضه من الهجوم من الصحف الأرجنتينية اتفاجئنا مبارح أو مش اتفاجئنا يعني لقينا أن بعض اللعب منتخب الأرجنتين بيعتذلوا دوليا بعد إخفاق المنتخب الأرجنتيني في جيل أكيد من منتخب الأرجنتين خلاصة بآخر كأس عالم لي وبالتالي هو مسكرانو واحد منهم وبالتالي هو اعتزل اللعب دوليا كريسانو رونالدو يغيب عن مواجهة إيطاليا مع منتخب البرتغال خيمستر رودريجيز يقترب من المشاركة أمام انجلترا شفناه خرج في مباراة السنغال بداعي الإصابة لكن أكيد باين أن الإصابة كانت بسيطة وبالتالي هو قريب من أنه يشارك فيه مواجهة القوية والحاسمة أمام المنتخب الإنجليزي استقبال حافل لمنتخب باناما رغم صفر المونديال يعني منتخب باناما منتخب ده مخفيف فمنتخب وصل لبطولة كاس عالم أقوى بطولة منتخبات في العالم أخذ رقم 32 في تصنيف منتخبات كاس العالم أحرص هدف وحيد فيه البطولة أو هدفين هدف الثاني كان عن طريق خطأ في مرمى ده مرمى تونس طبعا تونس هي اللي أحرصت هدف في نفسها وبالتالي باناما أحرصت هدف وحيد فقط فيه البطولة وبالتالي زي ما احنا سمعين الخبر وشايفينه قدام حضراتكم إن الجمهور استقبل باناما استقبال حافل جدا وده بيدل على حب الشعب الفنمي اللي لعبت كرة القدم وهم مقدرين جدا للمجموعة الصعبة اللي كانت موجودين فيها البلجيكي في لايني ومدت عقده مع منشستر يناتد لمدة عامين أعتقد إن فيه جمهور كتير من منشستر جتلهم صدمة قلبية وعصبية بعد الخبر ده صواريز يوجه رسالة حماسية لميسي بافورد لم أذق طعم النوم بعد هدفي في الأرجنتين بافورد ظهير أيمن منتخف فرنسا لعب الشتجورت الألماني وصاحب 22 سنة أما ديدي ديشامب يفكر فيه الخطة البديلة لمواجهة أورجوي عنده أقوى خط دفاع في البطولة هدف واحد فقط لغير وأعتقد إن ديشامب محتاج يغير سياسة اللي لعب بها قدام الأرجنتين لعب قدام الأرجنتين بطريقة دفاعية الأرجوية طريقة لعبها أيضا دفاعية وبالتالي دفاعي قدام دفاعي مباراة بقى مملة جدا وما فيش فيها أي أهداف ولا فيها أي متعة تماما من الفريتين إقصاء ميسي ورنالدو يتصدر الصحف الإيطالية الحارس التونسي معز حسن يخطع العملية بتاعد عن نيس نحو أربع أشهر ربنا يشفي يا ربو يعافي حارس تونس طبعا بيلعب في نيس وفي الدورة الفرنسية وبالتالي هيخطع العملية وتبعده أربع شهور بعد الإصابة ده لاحق به في كأس العالم بليه يتمنى ابتعاد خط هرينبابي عن البرازيل فرنسا والبرازيل أكيد طبعا نهائي 98 هل هيعود تاني ولا لا في منديايروس 2018 ده اللي احنا نشوفه لكن بعد مباراة البرازيل بكرا ده مباراة أكيد صعبة نشوف البرازيل هتعمل إيه لوكاكو يتعاهد بمساعدة راشفورد في منشستا يونيتد ما نشوف لوكاكو راشفورد هيتعامله إزاي مع بعض الموسم اللي جاي وهيكون تعاونهم أكبر من الموسم الماضي ولا لا أوسكار تاباريز يحذر من السلاح الفتاك لفرنسا وكذا سلاح بالسلاح واحد عندهم مبابي عندهم جيرو عندهم جريزما عندهم بوكبا كانتي طبعا ماتودي بس ماتودي يكيد مش هيلعب عشان عنده انظارين لكنه بالأخص بيؤسل مبابي مانوف داماتش مداربة ببرتغال الهزيمة ليست عادلة سان باولي يستبعد الاستقالة بعد توديع المونديال ما عندهش دم تماما 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 واحد غيره كان استقال من بعد دور المجموعات ألفز منبهر بسرعة مبابي طيارة نفاسة مبابي مش ممكن سرعة رهيبة جدا ودني ألفز واحد من الظهراء أو الظهير الأيمن السريع أيضا فبالتالي لما ظهير أيمن يحكم على لاعب بالسرعة فده شيء أكيد إيجابي جدا يان أندرسون مدرب السويد يضع قائمة سرية لرقلات الترجيح السويدة تلاعب سويسرا فيه مباراة صعبة جدا بين اتنين منتخبين مكتهدين تطلعات صينية لتنظيم المونديال أكيد مش مونديال 22 ولا 26 ممكن 20 30 بوكباي واسي ميسي ستتبقى الأفضل لسنوات رأيي طبعا يحترم جدا والسلوك طيب جدا من بول بوكبا والفيفا يعاقب روسيا على العنصرية ورئيس الأرجنتيني يوجه رسالة للتنجو عاقب توديع المونديال وألبن إكدال نجم السويدة الانتقادات لا تشغلنا الفيفا لا وجود لحالات منشطات بعد أكثر من 2700 فحص اليمنيون ينتقدون استخدام منتخبهم للعب النظيف بطريقة غير نظيفة في أن اليابان صعدت من مجموعتها بفارق الإنظارات عن منتخب السنيغال ومطعب بيتزا يستغل سواريس ورونالدو لجذب الزبائن كلنا شايفين يعني كل واحد بيحاول يبتكر طريقة لجذب أكبر عدد ممكن من الناس وبالتالي رونالدو وسواريس كانوا هم الطرق اللي تقدر تجذب الناس لمطاعم البيتزا في كأس العالم أما المنتخب الجزائر أو دولة الجزائر تدرس الترشح لتنظيم كأس العالم زي ما احنا قلنا هيبقى 20-30 دلوقتي 20-22 خلاص و20-26 يتحسم أتبقى 20-30 هنشوف مين الدول وأنا أعتقد أن بعد ما عدد المنتخبات هيزيد إلى 48 منتخب ما أعتقدش أن دولة واحدة فقط تستطيع تحمل 48 دولة بمشجعينهم بفناديقهم بإقامتهم فأنا أعتقد عشان كده يتم الترحيب بأكتر من دولة كملف مشترك زي ما احنا شفنا أمريكا والمكسيك وكندا ممكن نلاقي المغرب والجزائر وتونس ممكن نلاقي يعني بعد كده هنلاقي دولتين أو تلاتة على الأقل في الترشح لتنظيم ملف كأس العالم يورينجسن لاعب الدنمارك يسجل أسرع أهداف مونديال روسيا في أول دقائق المباراة في الثانية 58 تقريبا كان فيه هدف سريع لحكام شكور على ما أتذكر في مونديال 2002 كان أمام تركيا كان بتلاعب كوريا الجنوبية لكن هعرف لحضراتكم إمتى بالضبط عشان نشوف مين الهدف الأسرع هل هدف منتخب الدنمارك ولا هدف منتخب تركيا ولو فيه هدف أسرع منه عشان نشوف مين هو صاحب أسرع هدف في التاريخ نهائيات كأس العالم أما صحف أسبانيا تبكي بعد الخروج من المونديال طبيعي جدا يعني أسبانيا للأسف كان نفسنا أن نشوف منتخبات كبيرة وأسام كبيرة في كأس العالم علشان نستمتع المستفيد الأول والأخير في مونديال روسيا هو المشجع اللي بيحب كرة القدم اللي بيتمنى أنه هو يشوف لحد آخر وقت منتخبات كبيرة